مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم قبت لكم وصفة تعلمتي هنا بالسعودية أول مرة قيت فيها السعودية تعلمت هذه الوصفة اللي ما كنتش أبدا أعرفه هو المينتو المينتو تعلمته لأنه كان عجبني نعزمت عليه وضقته وعجبني كتير وعجب زوجي وخلاص وصرنا تعلمت الطريقة وصرت أسويه وهنا المقادر طبعا عندي هذا الدفتر اللي أكتب فيه كل الوصفات اللي عندي هذا الدفتر طبخ أكتب فيه الوصفات أخذته من المكتبة تمام؟ هنا محتاجة لماء وملح وثلاث أكواب من الدقيق لجميع الاستعمالات أضف ثلاث أكواب دقيق ملعقة صغيرة ملح والماء شوفوا لازم تضوفوا الماء بالتدريق لأنه عجينة المينتو سر من أسراره أن تكون عجينة قاسية ما ينفعش تعقنوها بالعجانة لأنه ممكن تحرق معاكم العجانة أو تخربها يعني عشان كده تضوفوا الماء بس عشان يتماسك العجين أول ملتم معاكم العجين خلص توقفوا إضافة ماء يعني كيف أقول لكم رش شوفوا أضيف رش للعجين الماء لأنه العجينة حقوق قاسية تكون تعرفوا تتذكرني بعجينة الماكرونة إذا تعرفوا تعقنوه عجينة الماكرونة نفس عجينة الماكرونة بعضهم يضوفوا للي منتو العجينة حبة بيض بس أني ما أضف ليش كنت أضف ليه وبطلت عادي أضف ليه بيض لأنه تطلع كمان من غير بيض حلوة خلص أخليها ترتاح خمس دقائق وأرجع أعجنة إذا أنتم ملاحظين كيف العجينة قاسية بس بعد خمس دقائق شوفوا كيف تلين العجينة يعني تنعم معاكم طبعا أرجع أعجنة وخليها خمس دقائق وأرجع كمان أعجنة مرة تانية يعني أكرر إذي الخطوة ثلاث مرات وبس بعدين خليه ترتاح إذا القوا بارد عندكم خلوه ساعتين إذا حر ساعة يكفيها بعدين اشتغلوا فيها خلص أني الآن تمام عجنة وخليت ترتاح تقريبا ساعة ساعة ونص رحت أشوف باقي شغلي هنا عندي بصل المنتو هو عبارة عن حشوته لحمة مفرومة وبصل وفلفل وملح تمام هذه حشوات المنتو فقط البصل افرموا أما باليد يعني ما يكونش مرة ناعم ولا يكون خشن كأنكم بتعملوا شفتونه ما تعملوا الدقة حق السنبوسة اللحم المفروم للسنبوسة كيف حجم البصل نفس كده تقريبا البصل عندي هذه الآلة جدا روعدية يدي اليمين في المطبخ صح يدوية بس لا سنين معايا كتير حلوة ربنا كده يخليها لي هذا الجهاز يعني جهازتي كلها تخربت معي لهذا يدي اليمين في المطبخ افرم في البصل شوفوا ما شاء الله كيفي فرم البصل الآن عندي كيلو من اللحم شوفوا أني أعمال اللحم في البيت يعني أطحن اللحمة مع نص كميته أعمال شحم واللحمة تكون مدهنة يعني فيها شحم وكمان تكون مفرومة خشن مش ناعم لازم خشنة تكون عرفتوا بكتب لكم مقادر في صندوق الوصف وخلصوا عندي نصف الكمية بصل وعندي ملعقة صغيرة في الفيل أسود ورشة كمون حاجة بسيطة وملعقة صغيرة ملح الملعقة الملح يعني تكون شوية مليانة أو ملحس برغبتكم انتم ورشة بسيطة من الكمون بعضهم يضفوا ملعقة صغيرة من الكمون أني بس رشة بسيطة لأن المنتو بس هو في الفيل أسود وملح أولا أقنوا البهارات مع اللحمة تمام بعدين أقنوها مع البصل خلطوها لكن ما تعقنوش كلما مع بعض عشان تتنكه البهارات باللحمة تمام؟ بعدين ضفوا البصل مع خلطوه وهنا خلاص العقينة ما شاء الله جاهزة الآن العقينة شوفوا بقسمة قسمين أني هذه الطريقة تعلمت من أم يزيد الله يعطيها الصحة والعافية أكيد الكل يعرف أم يزيد شيف هذه الطريقة تعلمت مني ولا ممكن أنتم تفردوها يعني تقطعوها زي العقينة دائرية وتفردوها بشكل رفيع بعدين تقطعوها دائرة بس أني تعرفوا أحب الشقاء فأحب هذه الطريقة تعودت عليها شوفوا عملية متر الاستوانة بشكل زي موضح لكم بالفيديو زي الاستواني وأبدأ أقطعها بحكم عرض الإصبع بس لازم أول شي باستوانة كده شوفوا كيف بحاجة أنها تطلع لي دائرة بعدين نفس عرض الإصبع إصبعكم قطعوها كده إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي بعرض الإصبع يعني أحط صباعي وقطع تمام؟ أو ممكن قلتكم تفردوها يعني دائرة كبيرة وبعدين تقطعوها بس لأن العقينة شوية تبعية متعبة فتتعبكم لما تفردوها فرد يعني كبير حجم كبير بعين تقطعوها لأن العقينتي متماسكة تكون بعد كده خليها كده بشكل دوائر واضغط عليها بالكف عشان تعطيني دائرة تكون متساوية وهذه كمان شوفوا كيف أقيصة بالإصبع بحاجة أن أسمع وخلاص واضغط عليها بالكف حق اليد عشان تعطيني دائرة بهذا الشكل وفي بعضهم كثير لهم طرق بالفرد خاصة لأن رشها طحين خفيف الطحين وبدأ أفردها شوفوا أفردوها عادي بالنشابة أو بالبيلم نحنا زي ما نقول رشو طحين قليل لأنه لازم يكونش في با دقيق لازم تنفضوا الطحين منه تمام خلاص وفردوها لا تكون الفرد سميك ولا يكون رفيع لأنه إذا فردتوها بشكل رفيع المنتو بيتقطع معاكم وإذا فردتوها بشكل سميك بيطلع معجن فهو لازم يكون وسط أنا بصدق أفردها عادي باليد بس أنا عندي مكينة اللي تفرد المعجنات يعني فرادة كهربائية عندي كتير تسهل لي أني أفردهم فعشان كده أني استخدم الفرادة شوفوا لازم أنفضها تماما من الطحين ولازم تغطوها أنت بتخلو العقين مكشوف هنا أبدأ إذا عندكم دي الفرادة كتير تسهل لكم تبدأوا تفردوها من رقم واحد إلى خمسة بعضهم يفردوها إلى ستة بس أنا أفضل من رقم واحد إلى خمسة يعني يعطيني السماكتة كتير حلوة لأنه قالت لكم لازم ما تكون رفيع كتير ولا سميكة نفس موضح لكم بالفيديو أنتم بتشوفوا كيف السماكتة طبعا هنا أنا بعد ما فردت بالماكينة طلعت لي في حبات كده شكالة يعني مش دائرة مزبوطة فقطعتها بالقطاعة بس قلتكم أنتم تقدروا كمان إذا معاكم القهاز تفردوه بشكل طولي عقينة طويلة بعين تقطعوها أو أنكم قطوكم بالنشابة تفردوها بس أني قطوكم نفس أم يزيد أني أعمله بعدين أرجاء عدلة إذا كانت في دوائر مش متساوية تمام بعد ما فردت بالفرادة خلصوا الآن الباقدة لازم تخبوه بكيس عشان مينشفش معاكم ورجعوا يستخدموه ولازم يضغطى شوفوا أني كنت أشتغل وأغطي لازم بسفرة أكل ولا بينشف معاكم ما عد بقدرش لا عد بتقدروا تشتغلوا بالمنتو ولا يعني بتطلعي ناشف هنا عندي ماء مغلي وحط عليه خل هذا قدر المنتو أو القدر بالبخاري ينطبخ ودهن هنا بالشبك تبع المنتو أدهنه بالزيت أو السمنة زي ما تحبوا أوزيت مع سمنة وخلص الآن أبدأ قرطصة المنتو أبدأ أحشيها بملعقة كده كبيرة طبعا خلوه لا كتير حشوة ولا قليلة تكون وسط الحشوة وأبدأ شوفوا أقبص من هنا ومن هنا وأقبعهم مع بعض وبعدا أخذ من اليمين وأخذ من اليسار أخذ أصبعي داخل تكون العقينة من اليمين لليسار الآن آخر شي آخر شي خلاص أضغط من هنا ومن هنا وأعطفه إلى ما تحت كده بعدا أدهنه بالزيت شوفوا أدخله أغطصه كده بالزيت وأحطه بالشبك حق المنتو لما أخلص الكمية كامل وهنا كمان معكم الحشوة شوفوا إذا كانت زيادة بيخرج منكم الحشو وإذا كان قليل بيطلع المنتو يعني كده فاضي ميطلعش حلو وخلاص وتقرصوا كده قبصة من هنا وقبصة من هنا شوي يمين شوي يسار شوي يمين شوي يسار محلاك وإنتي تاريقسي تذكروا دلغونية المهم شوي يمين شوي يسار ثقرصوا زي كده وإذا ما عرفتوش تقرطصه دلقرطصة عادي أعملوها بتعرف القوالب حق السنبوسة تلبف القوالب اللي نعمل السنبوسة فيها أعملوها فيها عادي أو ممكن تعملوه بشكل مربع هو الشكل يعني أنه هذا شكل حقهم حق المنتو يعني الأصلي لكن ما عرفتوش عادي ما فيش أي مشكلة هنا أقل مصور يساعدني بالتصوير عشان أرويكم كيف تمام أقرطص المنتو أو أضفر المنتو ما شاء الله الضفارة رهيبة يعني طبعا ما بقول لكم أنه تمام تمام ضبطي بس عرفت أضبطه يعني صراحة أنا أعمل المنتو بالضفارة ما استخدمش أول كنت أستخدم القالب بعدين تعلمت ودايما كنت أعمل المنتو دائما أعمل وصراحة كيف عملت تقارب على المنتو يعني قلست أقرب أقرب لما وصلت لما أتقنت المنتو اللي يدوق المنتو تبعي يقول ما شاء الله وشوفه أغطسه بالزيت ورجاء أحطه في شبك المنتو الآن بعد ما غلل الماء أحط طبقات المنتو وأبدأ أرشي بالماء ماء عادي ليش عشان الضفارة ترطب معايا وأعمل الطبقة الثانية كمان وأرشه كمان بالماء الآن أخلين على نار 5 دقيق على نار عالية أغطي المنتو وأخليه 5 دقيق على نار عالية أول ما يطلع الدخان الدخان البخار قصدي من الأطراف أخلي النار وسط وأحسب له 25 دقيقة من غير ما أفتح الغطاء انتبهوا تفتحوا الغطاء 25 دقيقة لا يزيد ولا ينقص 25 دقيقة ممتاز يكون وتلاقوا ألد منتو إذا زودتوا الوقت بيطلع معاكم يا بس المنتو ما بيطلعش حلو بيقع منتو ناشف ما بتقدرواش تاكلوه 25 دقيقة مضبوط معاها على نار وسط وبس والبخار كنت شوفوا أول أحسبوا الوقت أول ما يطلع البخار والمنتو قاهز وهذه الصحون حق المنتو أو حق الأكل البخاري وكمان استخدمونا المرتانيين كمان بأكلهم يعني صحون خاصة طبعا أنا أول عملت بالصحن الكبير بس نص المنتو نأكل أنا عملت تقريبا 55 حبة فرجعت غيرت إلى الصحن الصغير قدمت معه كمون وفلفل أسود وأكيد لازم اللمسة اليمنية الفلفل الحامي وشطة وهنا رشيت عليه كمون وفلفل أسود على المنتو طبعا هم يقدموا معاهم اللازا فلفل اللازا اسموه لازا بس أنا ما عملتوش إذا تشتوت شوفوا شوفوا أم يزيد عاملة اللازا الي تقدم معاه لكن أنا حبوه بالشطة الصراحة وكيدا طعمه لذيذ وعدو مع البسباس الحامي إيش رهيب وتاكلوا ألد منتو شوفوا ما شاء الله كيف اللحمة مستوية وتستوي معاكم لا تخافوش إنها ما تستويش وصدقوني أني أتقنت المنتو من تقارب قربت يعني قلست أقرب فيها وعرفت إنه سر من أسرار المنتو العقينة إنها تكون قاسية اللحمة تكون مفرومة خشن كمية الدهن لازم يكون في اللحمة كويس يعني نصف كمية اللحمة دهن أو ربعة البصل يكون نصف كمية اللحمة يعني نصف كمية اللحمة بصل أو مساويلة بس النص تمام وكمان ما تعملونيش بهارات بس فلفل وملح إذا حبي الرشة كمون بسيطة والله بتاكله ألد منتو أفضل من المحلات بكثير بصدقوني ما فيش أحد أكل المنتو تبعي ضاقه وما قالش إني فنانة فيه يعني وإن شاء الله أتعلم الضفيرة أكتر وأكتر اللي يعمل من المنتو فنان فيه اكتب لي إشرايكم بالمنتو اللي عمله بالعافية لي ولكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنتز حلو منكم وبالعافية لي ولكم